تمليلت البارحة العثور على جثثة طفل ياسين ستة سنين في قاع المصبح الأولمبي بالمنزة وحسب ما أفات به مصدر من الجامعة تونسية للسباحة فأن الطفل ينتمي إلى فريق التراجي الرياضي للسباحة عثور عليه ميت بعد قرابة ربع ساعة من نهاية حصة التمرين وفي الوقت الذي يحمل فيه بعض الأولياء مدير المصبح مسؤولية الحادثة بسبب تقسيره على حد كلمه في سيانة المصبح وترك المذخة مفتوحة قال المدير العام للحي الرياضي بالمنزة لطفي الشلي لأنه لا يمكن في الوقت الحالي توجيه الاتهامات لأي طرف مستبعدا إمكانية وجود خلال في نظام عمل في المصبح في كل الحالات فاجعة مشاهد حياتها أحد أبنائنا يحوم حولها غموض وغضب كبير على خلفية التسيب والتساهل مع أبسط مقاومات السلامة وحماية الأرواح رب يرحمه ونعمه ويصبر عيلته وسنتابع ألا حادثة وحيثياتها في أخبار نسمى وفي نفس السياق أصدرت اليوم الجامعة التونسية للسياحة بلاغ أعلنت فيه الحداد على موت الطفل يسين في المصبح الأولمبي بالمنزة كما أعلنت عن فتح تحقيق للأقوف على سباب الوفاة بعدما اجتمعت اليوم في الحي الرياضي بالمنزة وقررت توقيف كل الأنشطة الرياضية نهار 15 و16 نغمبر الجاري في كامل أنحاء البلاد كما طلبت الحي الوطني الرياضي وترجل الرياضي التونسي بتقرير مفصل عن الحادثة ترجمة نانسي قنقر